الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة 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 لا إله إلا الله اشتركوا في القناة ونستدي ونقلبه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نعبده ولا نكفره اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونشتد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد ولا إله إلا الله وحده لا شركة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه مالك الملك وملك الناس قال عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال عن نفسه قل أعوذ برب الناس ملد الناس وهو سبحانه مدح نفسه فقال أنه مالك يوم الدين قال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشر يا رسول الله أنك بلقت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة وقشفت الأمة وجلوت الظلمة وجهدت في الله أفضل جهاد حتى أتاك اليقين اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين ومتلازمين إلى يوم الدين ورد اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورد اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا رحمة الرحيمين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد حياتم الله جميعا أيها الأخوة الأحباب وياتها الأخوات الكريمات ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الأوقات وهذه الفطوات في صفائف حسناتنا جميعا يوم أن نعرض عليه الله مأمين يا رب العالمين أيها إفصة الأكارم بيوت الله سبحانه وتعالى ببئ لبدء يأتينا هذا التذكير من الله عز وجل وهذا البيان وهذا النذير ينادينا ربنا عز وجل في كتابه الكريم فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله والتنظر نفسنا قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسروا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اللهم جعلنا أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وهو يوم القيامة نسأل الله تعالى إليك وفانا هو راب عنا اللهم أمين رب وعنا آمين حسنا حسنا نحن باب العم 3 الله الله لنا نسأل الروح وباشاولنا سألالنا ومنها من نمو Joseph group سألاله السماvie ومنها ومنها ثانية س adapts والأصحاب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سخبرنا سبحانه وتعالى and look what you prepare for yourself in the day you meet Allah and fear Allah indeed Allah knows what you are doing and do not be like those people they forget Allah and Allah forgets you indeed they are the losers they will not be equal the people of hellfire and the people of paradise the people of paradise they are the successful people may Allah make all of us from those people Allah from 4-7 so Allah in this ayat remind us what you are doing for yourself in this dunya so when you meet Allah you will be happy Allah telling you fear Allah and prepare yourself to the day when you meet your Lord you creator may hear and restricted brothers Allah Allah in surat fatir mention to us في بيوت سورة النور في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها للغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله أيها الإخوة الأكارم إذن وصف الله تعالى هذه المساجد بأنها بيوت ووصف الله تعالى هذه المساجد ووصفها بالتحديد مقالة كما في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدلوا مع الله أحبا الله سبحانه وتعالى في سورة النور He telling us about His houses the houses of Allah which is المساجد الله سبحانه وتعالى saying in His house these people will come to mention the name of Allah سبحانه وتعالى and the angel will be surrounding them and Allah سبحانه وتعالى describe those people they are keeping their صلاة and they being charity for the sake of Allah سبحانه وتعالى and they are not lying behind dunya because the dunya is one bridge to the end the bridge take you to the long life which is the hill after and Allah تعالى said those people Allah will give them reward as much as more than he was thinking ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله and even Allah will increase the reward because his mercy and his merciful سبحانه وتعالى so my dear brothers brothers Allah also in surah jid mention the houses of Allah the masajid Allah تعالى said وَأَنَّ وَأَنَّ المساجد لله فَلَتَدْعُمْ عَلَّهِ أَحْدًا indeed the masajid is belong to Allah is not belong to anyone yes we are the people who run the masjid but this is not my home not your home in the house of Allah سبحانه وتعالى and we are responsible about it because let me tell you in the Atlantic حديث الصحابي he just became a masjid he is a famous الصحابي his name is أبو رقية تَعْتَمِيم ابن أوشددان so his name is Tamim his nickname is أبو رقية what this man did this man he used to be a businessman used to go to Damascus for business and he saw that the people they discover the life of Qanadiy what he think he fresh Muslim he's not Muslim forever he's fresh Muslim and he put in his mind the masjid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the night صحابي used to light the masjid with مشاعل مشاعل which is kind of life long but can bear the masjid so he thought about it and he never thought about taking some of this Qanadiy to his own house but he said hmm what would happen if I bought some of this fancy lawn and I bought it in the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so Tameen think about his house or the house of Allah he thought about the house of Allah first and he took some and he put it in the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he when he reached Medina was in the night so he put the qaladiyr this light bar and he waited to see the action of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and as you know Rasulullah alayhi wa sallam used to have his rooms open to the masjid so when Rasulullah alayhi wa sallam stayed out of his room and he saw the masjid is lightened up he smiled sallallahu alayhi wa sallam and he took Kameen and he said who did that so Kameen said I got scared maybe this as an innovation in Islam maybe is Vidah so I kept silent so Rasulullah also said again who lightened our masjid and I will give him good news so Kameen said when I hear Rasulullah said good news yes it's me Rasulullah sallam and Rasulullah alayhi wa sallam gave him such great news he said you lighten our masjid may Allah ta'ala lighten your agreement Rasulullah made du'a to me because I believe Kameen never thought about his house he told I was the house of Allah subhanahu wa ta'ala my dear and his brothers Allah azza wa jala fi ktabih karim surah bahara surah the Torah he brought to him how how is ta'ala 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 wa ta'ala za'ala يخشئ إنا الله فعسنا أولئك أن يكون من المهتدين. الله سبحانه وتعالى تأتي إلى المساجد. هم الأشخاص يقومون بإعمار إلى المسجد. المهم الأكثر المهمة لكي تصدر المسجد لأتي وإن تسعى إلى الله سبحانه وتعالى أن ترمي الله في المسجد. لأن الله سبحانه وتعالى تقول هذا المسجد. في بلوت أمن الله أن ترفع. أن الله تعالى قلت وأن المساجد للناه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزال في التكحديد. ه لنقول المقرد الأمسي الأكثر مع الله هو المساجد. المقرد الأمسي الأكثر مع الله هو المساجد. أحب البقاء إلى الله تعالى في أرضه؟ المساجد. المساجد. ويبشرنا حيولنا صلى الله عليه وسلم فيقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجن شراح الحديث قالوا من بنى لله أي بنى من البداية للنهاية أو بمعنى آخر حافظ على صيانة هذه المساجد بأن دعمها ماديا وبأن دعمها بالذهاب إليها وإعمارها فلا تصبح خالية لأن الله سبحانه وتعالى عاب على بعض المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا خليلا يحفظنا ربنا على إعمار بيوجه وعلى أن نأتي إلى بيوته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يدعى لنا لإمكانك موثوع مع المسجد لأن الله تعالى يحفظ في تلك المسجد وعلى الله يدعونهم بشكل المسجد عندما قالوا لهم عندما يأتي إلى المسجد يأتي إلى المسجد يأتي إلى المسجد مثل محفظي يأتي إلى المسجد فقط يأتي لنا أنا أتي إلى جبهة يأتي إلى إيه يأتي إلى فعل هذا ولكن المسلمين الله تعالى أخبرني عندما الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوع إذا مسته الشر جزوع وإذا مسته الخير منوع إلا المصليين إلا المصليين الذين هم على صلاتهم دارين الله تعالى أخبرني هؤلاء الناس الإنسان إذا أحد شيء يحدث لهم فهل لن يكون ولكن عندما أحد شيء يحدث لهم فهل سيكون وإنه سيقوم المال لا يسعرون الناس لكن المصليين من هم المصليين؟ المصليين يتبعون ومتحون صلاة أخبتي 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 عبد الله هو مكتوم يجب أن يكون أحد المؤذنين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من الله رضي الله عنه يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبتي أخبتي عبد الله أخبتي يقول يا رسول الله إني أسكن في عوالي المدينة وليس لي قائل يطاوعني وإن المدينة كثيرة السباع والهوام أخبتي 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 فصمت صلى الله عليه وسلم فكر عبد الله أخبتي 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 بيتي فأجاده صلى الله عليه وسلم في قوله هل تسمعني ذا هل تسمعني ذا قال نعم قال إذن أجل لا أجل لك رقصة ميدلس and his 15 brothers عبد الله بنهم مبتوم one of the muazzin of Rasulullah صلى الله عليه وسلم he's a blind man he came to Rasulullah عليه الصلاة والسلام and he said I let far away from the mess and the bhaktanab who guide me some time he's not really cooperating with me and the city the madina has many wild animals so calibrating at my womb so three reasons he let far away from the messiah the one who will guide him in the world some time he is not cooperating with him and the madina has many wild animals three reasons and he asked Rasulullah عليه الصلاة والسلام so can I pray at my womb Rasulullah صلى الله عليه الصلاة والسلام so Abdullah asked again Rasulullah never answered Abdullah asked third time Rasulullah صلى الله عليه الصلاة والسلام Rasulullah said can you hear the madina of course at that time there is no work Bilal would stand in the top of the walls and he would call Adam and Bilal he has a very strong voice so Abdullah said yes I hear the madina so Rasulullah عليه الصلاة والسلام there is no excuse to you you must come to the madina or madina his muslim bro salati many ass telling you yeah salat 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 my brothers my ears and the spirit of the brothers again what Allah ta'ala said to us in the end of the surah ya ayolah al-taholah wal-tanzur nafsun ma'akaddamatil ghaddin wa'attaquu Allah inna allaha khabiru and look what you brought to yourself when you meet Allah and fear Allah as a judge indeed Allah know everything you are doing may Allah take you from us awka ma'akad inna allaha khabiru al-taholah 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 جرير ابن عبدالله البجري يروا لنا واكع حدثت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه رغم الله بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه نفر من مضر عامتهم من مضر أو كلهم من مضر مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف في عنابهم فلما رأى الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا الحزن في وجه ثم أمر بلال ثم دخل غرفه ثم خرب ثم أمر بلال فأذن وأقام الصلاة ثم صلى وخطب في النفس وقرأ لهم هذه الآيات يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَلْتَظُرُوا نَفْسُمْا قَدَمَتْ لَغَجِدْ إلى قوله لا يستمر أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفئزون ثم قرأ قول الله تعالى وأنفقه مما رصدناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ثم قال أيها الناس لينفق كل مرئ من دياره أو درهمه أو من صاحب مره يقول فما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتهى من كلامه إلا ورأينا بين يدي رسول الله عليه الصلاة كومين عظمين من طعام وشراب وملابس فتهلّل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب أي أغضر وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح ثم قالوا من سنّ هذا الحديث من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجوها وأجو من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من بجونه من شيئا سنّه لأجوها وأجوها من عميه لأجوها ومن سنّف الإسلام سنّة سيئة تعريقي وزرها فوزره من عمل بها من بعده من غير أن ينقص منها وذاريه من شيئا جرير ابن عبدالله وأنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في اOSEان صعوبة رسول الله عني صلحا وettiبتاً كان هناك أفضل من اشخاص صعوبة ، بالشبك الاراج من الموضة من الموضة ، الموضة من الموضة تعلم ذلك عندما قال رسول الله عني صلاح لو كان هناك أشخاص موضة وقال قلت رجاء من الموضة بسبب موضة الموضة أفضل الموضة مع الأمان لفضل قراء الجميع يعلم توضع موضة لذا الموضةً من الموضة ويساعدون الناس لديهم شيئاً لتقميهم لديهم فقط منطقة ويأتيها تتجاه ويجبهم في يمتلكه ويأتي بمعرفة وروسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام فقد رائعاً جداً هذا حدث للصنعي للسلام الان لذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إلى رميه وقته وقاله وقال إلى المسجد في هلالب وقال إلى إقامة لذلك الناس هناك وإذا كنت معه ستأتي كل المصحابات ستأتي هناك شيء الله يحسن لنا لذلك الناس في المسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا آياء آياء من سورة الحش يَيُعَلَلِينَ آمَنُرْتَحُوا اللَّهُ وَلَتَّنُظُوا مَكْسُمْ مَا قَدْنَاكْرَبْهُ وقد قالواهم وَأَنْفِقْهُمْرَى وَزَقَّتْمُ اللَّهِ مَقْرِ أَعْتِي أَحْلَكُمْ مَوْتٍ وقالاته بإذنه إلى أعزائي الدين من عمله وقاله كل أسهل يجب امتازين في الله قال أي شيء دعاء درهم مناسب أي شيء يمتاز جليل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يكتبه ثم ذكرنا أننا نرى كبير بجانبات أثناء كبير بجانبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كانت هناك لأعطاء المنزل وأن تأخذ المنزل وأن تأخذ المنزل لتعاق المعرفة بجانبات النساء سو جارين قال عندما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يقرأ صلى الله عليه وسلم وأنه يدفعه يدفعه وقال لهذه الحديث من سنة من سنة الحسنة ، إذا كان هم سنة الحسنة من أجر أن نعم لها لذا اخيتي والأخيي 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 المسجد تكون في المسجد تحتاج لك المسجد المسجد يأتي تطورك بعض المسجد بين المسجد المسجد الآن يحتاج لك فقط مميزة المسجد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى المسجد 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 يتضمن مميزة ستكون 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 تكون ستكون هذا يقال كما يربي أحدكم فلوه يعني المهر الصغير كما يربي أن الله تعالى سبحانه من المشارك تسرع لك سوف يرضعك ما عبر مهم يمكنك نفسه سوف يرجعك سوف يحفظك يجعلك ربعك يجعلك ربعك لذلك كما يربي في تنسل كما يربي ومشارك بيقانيا والإسلام. تحسن الله مراك في ضرورك. ضرورهم من ومقاياً. ضرورهم من المحصن. ومن المرهة تعمل. يجب أن نظر الحياة. ب���ن المرهة آل باب الاشاء. بارن المجتمع، بارن المقايا. صديقي معي. نحن المسلمين. لا نحد أحد يأتي للمقايا منكم. مية الله سبحانه تعالى سيدة او الامام مية الله سبحانه تعالى كذبتك Burtonاصر أسئل الله تعالى ان تقضوا لد controle منكم أسئل الله تعالى ان يجعلنا Plan 12ich ولقال كما وأفضل أجلنا اللهم اعفر للجولنا اللهم وضيّ وجوهنا اللهم أكس owners اللهم ي해도 ذلك رضاك وجنة ونبذلك من سأخ didn't come with grave اللهم تبنا وأنت رضاك عندنا اللهم وحب كلوبنا اللهم وحب الصغران وجمّعان خير كلوبنا اللهم وجعني خلاق كباتتي لت ألا أ prospective وقم الصلاة إن الصلاة كانت على المدمنين في هذا الوقت بسم الله الرحمن الرحيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر الحذر لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغمتين إياك نعبد وإياك السعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعنهم من جوع وآمنهم من خوف الله 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 سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله 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 ورحمة الله